اشتركوا في القناة وعلى مصطف الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلومات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوظف عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأن تعلم غنوب ثم أما بعد أيها الأحباب المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا قد توقفنا من قبل عند قول المصنف رحمه الله ورضي عنه وأمر بعرف وجتان بن ميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسدي وذكرنا بأن هذا شروع من المصنف رحمه الله في باب التسكية التي تشمل أمرين تخلية النفس من كل رذيلة وتحليتها بكل فضيلة وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض الرذائل المهلكات كالحسدي والعجب والكبر وغيرها مما لم يذكره المصنف وأنه يجب على المكلف أن يتخلى عن كل رذيلة من هذه الرذائل وأن يجتنبها ذكر من الرذائل والمهلكات التي ينبغي على المكلف أن يجتنبها ذكر من بينها المراء والجدل فقال رحمه الله وكالمراء والجدل فاعتمدي المراء في اللغة الاستخراج يقال ما رى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده وأما عرفا المراء عرفا فهو منازعة غيره فيما يدعي صوابه أن تنازع غيرك فيما يدعي هو صوابه والمراء بهذا المعنى يكون مذموما ويكون من الرذائل التي ينبغي أن يجتنبها المكلف إذا كان بقصد تحقير الغير إذا كان بقصد تحقير الغير وإظهار عيبه وكذلك إذا كان بقصد إظهار المزية أن تظهر مزيتك على غيرك فتماريه أي تنازعه فيما يدعي صوابه لا قصد لك من ذلك إلا أن تحتقره وأن تظهر مزيتك عليه إذا فبهذا المعنى وإذا كان من وراء هذا القصد فإنه يكون مذموما قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم في عضل المسائل أي في صعاب المسائل قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار أمتي أما إذا كان المراء يقصد منه إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو محمود شرعا يعني إذا نازعت غيرك فيما يدعي هو صوابه وأنت تعلم أنه على خطأ وتنازعه فيما ادعاه لا قصد لك إلا أن تظهر الحق وتبطل الباطل الذي دعاه فإن المراء بهذا المعنى وبهذا القصد يكون محمودا شرعا قال المصنف رحمه الله وكالمراء والجدل فاعتمدي الجدل أو الجدال الجدل هو دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله يعني أن تدعي شيئا أو تدعي أمرا أو تقول قولا وهذا القول فاسد في أصله ويأتي شخص ليصحح لك هذا القول الفاسد أو ليبين لك فساده وخطأه فتحاول أن تدفعه دفاعا عن قولك الذي تدعي بأنه صحيح وهو في أصله فاسد إذن هذا هو الجدل يعني لا تقصد بذلك إلا أن تصحح كلامك أنت تعلم أن القول الذي تدعيه فاسد ولكن تدفع خصمك عن إفساد قولك بقصد أنك تريد تصحيح هذا الكلام أو هذا القول الذي تدعيه أو تقوله إذن فالجدل أو الجدال بهذا المعنى أيضا يكون مذموما شرعا وعلى هذا فالفرق بين الجدل وبين المراء أن الجدل أو الجدال يكون من صاحب القول يدفع عن قوله الإفساد والمراء يكون من الخصم ولكن عند التحقيق نجدهما أنهما بمعنى واحد المراء والجدل بمعنى واحد فنقول باختصار المراء والجدل هو دفع الحجة بالحجة دفع الحجة بالحجة أو قرع الحجة بالحجة ومحل كونهما محرمان إذا كان لإفساد قول الغير محل كونهما محرمان إذا قصد بهما صاحبهما إظهار مزيته على غيره يعني وإظهار خطأ خصمه وبيان عيبه وخلله بناء على هذا فالمقياس الذي نقيس به المراء والجدال فنقول طالة يكونان محمودان وطالة يكونان مذمومان المقياس هو القصد فإذا كان القصد محمودا شرعا لا نقصد من ذلك إلا إظهار الحق من حيث هو حق وإبطال الباطل من حيث هو باطل بغض النظر عن قائل الحق وبغض النظر عن قائل الباطل فإن في هذا الحال يكون الجدال والمراء محمودان أو محمودين شرعا وأما إذا كان المقصود منهما إظهار المزية وتلبية رغبة النفس وهواها فإن في هذه الحال يكونان مذمومين شرعا وعلى هذا يحمل كلام المصنف حيث أمر باجتنابهما فقال وكالمراء والجدل فاعتمدي يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول ما ذاكرت أحدا وقصدت إفحامه يعني لم أتناقش مع شخص يعني بقصد أن أفحمه أو أن أبين خطأه أو أن أظهر مزية عليه وإنما أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حق أو كما قال رضي الله عنه ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر بعضا من الرذائل التي أمرنا أن نشتنبها وهذا ما يسمى بباب التخلية شرع يتكلب على ما تكون به التحلية وهو ملء النفس وإعمارها بكل فضيلة وكل خصلة حميدة فجمع ذلك كله بقوله والفضائل كثيرة والخصار الحميدة عديدة جليلة ولكن جمع ذلك كله بقوله وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق لأن جماعة التخلية والتخلية إنما هو الاتباع والتأسي والاقتداء فإذا أردت أيها المكلف أن تتحلى بكل فضيلة فما عليك إلا أن تكون كما كان خيار الخلق إذن هذه يعني جمع المصنف رحمه الله في هذا البيت كل فضيلة وكل خصلة حميدة أي كن متصفا معنى الحديث معنى البيت عفوا كن متصفا بأخلاق كأخلاق خير الخلق وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير الخلائق بغير منازع وخيريته مطلقة عليه الصلاة والسلام لأنه جمع ما تفرق في غيره من الخصال فهو الخيار المطلق عليه الصلاة والسلام وقد يكون المراد من قول البصنف وكن كما كان خيار الخلق أي اقتدي بكل من ثبتت له الخيرية ولو بالنسبة لمن دونه اقتدي بكل من ثبتت له الخيرية من الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين والعارفين وأخيار الناس اقتدي بهم كن كما كانوا في أخلاقهم وفي فضائلهم وفي خصالهم إلى غير ذلك وهذا فيه حث وحض من المصنف رحمه الله على أهمية ووجوب صحبة المكلف لشيخ عارف بالله سبحانه وتعالى يدله على الله يصحح له أخلاقه ويصحح له سلوكه ويقوم له نيته وقصده ويزكي له نفسه ويصفي قلبه وهذه المعالي وهذه الضرجات وهذا الرقي لا يتحقق إلا بصحبة شيخ عارف بالله سبحانه وتعالى يربي المكلف بحاله ويربيه بلحظه قبل أن يربيه بقاله وأقواله وقد قيل حال رجل في ألف رجل خير بكثير من وعظ ألف رجل في رجل أو كما يقولون حال رجل واحد بحاله باخلاقه بلحظاته بأنفاسه بأنواره وبأسراره رجل واحد في ألف رجل هذا أنفع بكثير من قول أو وعظ ألف رجل في رجل واحد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الحال في التربية والسير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى إذن وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق في قوله رضي الله عنه حليف حلم يعني كن أيها المكلف كما كان خيار الخلق وهو مولانا رسول الله أو خيار الخلق كل ما ثبتت له الخيرية من الأولياء والأنبياء والعلماء والعارفين إلى غيرهم كن حليفة فهذا خبر ثاني أو نستطيع أن نقول بأنه حال والأولى أن يكون خبر ثاني أي كن كما الخبر الأول حليفة خبر ثاني الحليف هو المحالف والمحالف والمحالف أي الملازم للشيء أي كن ملازما للحلم أي كن حليما والحلم هو خلق من الأخلاق فضيلة من الفضائل قيمة من القيام من القيم تحلى بها خير الخلق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرته شاهدة على ذلك وتحلوا بها من وارثوه من بعده من العلماء والعارفين والأولياء تحلوا بهذا الخلق والحلم هو تحمل مشاق العباد أن يتحمل العبد مشاق العباد بحيث يعني لا يستفزه الشيطان ولا تستفزه النفس ولا يستفزه الغضب ولا ينتصر لنفسه ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرومات الله وهكذا كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الحلم هو أن تتحمل مشاق العباد فلا تغضب ولا يستفزك الشيطان ولا هوا ولا نفس ولا تحاول الانتصار لنفسك ولكن هذا في غير إنكار المنكرات فإذا كان الحلم في باب حرومات الله أو التعد على حرومات الله فإن الحلم في هذا الحال مذموم مذموم لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرومات الله قد قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إذا إنما الشجاعة تكمن في الحلم والعفو يكون عند المقدرة وذكر المصنف رحمه الله الحلم من بين كثير من الفضائل خصه بالذكر دون من سواه من الفضائل لأنه وصف جامع لأوصاف الخير فمن أكرمه الله ووفقه الله فحلاه بالحلم فيعتبر كأنه قد جمع له جميع الفضائل والمكرومات حليف حلم أي كن حليف حلم تابعا للحق أي أيضا كن أيها المكلف تابعا للحق الحق اسم من أسماء الله عز وجل إذن فالمراد بالحق الله عز وجل أي تابعا لله عز وجل في أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعدم تعد حدوده والوقوف عند حرماته إلى غير ذلك وقد يراد بالحق مقابل الباطل وما يكون مقابل الباطل أي كن تابعا لكل حق ولا تتبع الباطل كن تابعا للأحكام الحق واتباع الحق إنما هو اتباع شرع الله عز وجل والوقوف عند حدوده وعدم التعد على محارمه وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق ثم قال رحمه الله ورضي عنه فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف أي أن الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة من الصالحين الأبرار والعلماء الأخيار والعارفين الربانيين وخصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين ساداتنا الأئمة أرباب المذاهب الأربعة الذين انعقد الإجماع على عدم جواز الخروج على مذاهبهم حكما وإفتاء انعقد الإجماع على عدم جواز الخروج عن مذاهبهم حكما وإفتاء فكل خير في اتباع من سلف السلف أو هذا المصطلح الذي للأسف في وقتنا هذا أسيء فهمه واستخدامه وأسيء استغلاله إلى غير ذلك له معنى لغوي فتطلق كلمة السلف على معنى نسبي تتوارده الأزمنة فنقول كل زمن سلف بالنسبة لمن بعده وخلف بالنسبة لمن قبله أو نقول كل أحد سلف لمن بعده من أولاده وأحفاده إلى غير ذلك وخلف لمن قبله من آبائه وأجداده إلى غير ذلك فنحن سلف لمن يأتي بعدنا هذا من الناحية اللغوية وخلف لمن جاء قبلنا فكل خير في اتباع إلى السلف وأما السلف شرعا أو عرفا أو استلاحا فيقصد بهم القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية فقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال فكل خير في اتباع أي في الاقتداء بسلف هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم ساداتنا الصحابة وساداتنا التابعين وساداتنا أتباع التابعين هؤلاء هم سلف هذه الأمة اصطلاحا أو عرفا كيف يكون اتباعهم اتباعهم لا يكون قاصرا على التمسك بالجزئيات أو الفرعيات أو التقوقع والانحباس على الحرفيات أو الانغلاق على الخلافيات لا ليس هذا هو عين اتباع السلف وإنما حقيقة اتباع السلف إنما هو الرجوع إلى ما احتكم إليه الرجوع إلى ما احتكم إليه من قواعد تفسير النصوص وتأصيلها وتأويلها وأصول الاجتهاد والنظر في المبادئ والأحكام وهذا واجب على علماء المسلمين لأن ليس كل أحد له الأهلية أن ينظر في قواعد تفسير النصوص وتأويلها إلى غير ذلك وإنما هذا واجب العلماء في كل عصر اتباع السلف هو التزام بمنهجهم في تعاملهم مع نصوص الوحيين نصوص الكتاب والسنة فكل من التزم بمنهجهم في التعامل مع القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو داخل في دائرة ما يصطلح عليه بأهل السنة والجماعة إذن هذا هو اتباع السلف الحق الذي نريده والذي تكون به النجاة والذي تصلح به الأمة ويكتب لها الله السيادة والعزة هذا الكلام أو هذا المبحث ربما يحتاج إلى كلام طويل يحتاج إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة العالقة في كثير من الأذهان نترك تكملة الكلام على هذا الموضوع إلى درس قابل إن شاء الله تعالى والله ورسوله أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قربي يا ربي على نبينا وحمد الهدي نور المدينة وحمد الهدي نور المدينة